صباح الخير ونرحب فيكم جميعا بعد أمطار الخير التي هلت علينا الحمد لله في الكويت الليلة الماضية وكذلك خلال الساعات الصباح الأولى إلى الآن الوضع الحمد لله بس أحدا نطمد للإخوان دائما الرسائل قاعد تأتيكم أحيانا بالتهويل بزيادة الأمطار الفيضانية بكذا برسائل الصراحة أنا البارح قاعد أشوف بعض الرسائل المبالغة الزايدة تثير الهلع في قلوب الناس لذلك نود من الإخوان دائما التي تصلهم مثل هذه الرسائل أرفوا المصدر الرئيسي لمثل هذه الرسائل عندكم إذاعة الأرصال الجوية عندنا تلفزيون دوت الكويت عندنا إذاعة دوت الكويت عندنا المؤسسات الحكومية مركز الذي كان جالس 24 ساعة يعطيكم هذه المعلومات أعتقد هو الأفضل لكم ولتطمئنوا جميعا وتطمئنوا على عيالكم ومن يعز عليكم أن سمعوا نشراتنا دائما تابعوا نشراتنا في تلفزيون دوت الكويت كذلك عندنا الإخوان في الإيادات الأرصال الجوية هم من يعطونكم الخبر اليقين ولذلك نطمنكم الحمد لله الحالة المطارية ستستمر ولكن ستخف قوة و ستخف من حيث استمراريتها القوية التي كانت في يوم أمس نقول الأمطار كانت قوية و كميات كانت الحمد لله يمكن فاقت المعدلات السنوية بضعف ولكن الحمد لله استعداد لمثل هذه الأزمات مثل هذه الأمطار الغزيرة خففت كثير وهذا اللي كان الحمد لله لأننا أحب أن نشكر فيه جميع من ساحة من الأخوان في الحكومة من الدفاع المدني من الأخوان في الإطفاء من الداخلية تلفزيون الكويت على 24 ساعة اللي ما يشوفنا الآن يشوفوا هناك مثل خلية نحل تعمل على مدار الساعة أساس أننا تطم الأخوان وهذا كان شيء جميل جدا منهم جميعا التكاتف ما أحب أنسى أحد كذلك لساهموا أخواننا المتطوعين الكل ساهم في التعاون على مثل هذه الحالة المطارية اللي مرت ولا نقلل من قوتها بالعكس هذه من أقوى الأمطار التي هطلت على الكويت منذ أكثر من 50 عام بعد عام 1997 و2013 2009 واللاحظة الشيء من واحد هناك فيه إدارة واستعداد لمثل هذا الأمطار كيف نخفف من الحالات التي قد تصيب الإنسان لا سمح الله بحالة وفيات وغيرها لذلك نقول نطم الحمد لله الحالة المطارية بدأت تخف موجودة المهم الأخوان كذلك أن ما تطلعون اليوم خاصة إلى أن تتم تنظيف الشوارع من المياه وكذلك هناك برك مائية كذلك نطم الأخوان كذلك يعني اللي هم محبيد البر نطمنهم أنه غدا إن شاء الله أحسن ولكن اليوم أعتقد حتى الآن خبار الماء أماكن اللينجع اللي صايرة فيها الماء وأماكن الطينية اللي بدأت تتصير نوع من الطين اللي هو بسبب الأمطار اللي راح تشوفون كمياتها كمياتها إلى ممكن تعدت حتى عام ألف وتسعمية وسبعة وتسعين اللي كانت عندنا أكثر من أربعة وستين إلى مئة مليمتر في بعض المناطق هذه خلاص القياسية الآن هي السنة شهر نوبمبر شهر نوبمبر نحن ما تلاحظون أنه الشهر القياسية أربعة وستين مدينة الكويت يعني إحنا واحد من عشرة خلال منذ يوم أمس إلى صباح اليوم يعني أقل من أربعة وعشر ساعة الأمطار كانت من متى كانت من ساعة عشر الصبح واستمرت الأمطار الديمة وبعدها في بين الأمطار الديمة كانت أمطار رعدية ولاحظتوا شون تأثيرها يوم أمس فإحنا كسرنا الرغم القياسي في عام ألف تسعمية وتسعين اللي هي كانت أربعة وستين إلى أربعة وستين فاصلة واحد بس اللي هو وكذلك حواليا في حيل من أمس إلى اليوم 138 مليمتر يعني هم نفس الشيء هذا أكثر من المعدل العام السنوي المعدل العام السنوي 110 مليمتر أحنا سجلنا خلال أقل من 24 ساعة 138 إذا نجمعها مع المطرة اللي مضت قبل أيام كمية الكلية 245 مليمتر أي أكثر من ضعف الأمطار السنوية اللي تنزل يعني الضعف ماهي شوية ولكن الحمد لله السيطرة التامة مثل ما تشوفون الاستعداد اللي هو المسبق مثل هذه الأزمات تحل الكثير لو ما كانت هنا ما كان استعداد لكانت الأسوأ حسب الأمطار اللي نزلت فلا نستهين بهذه الكميات اللي كذلك متوقعة في السنوات المقبلة احنا دائما كنا نحذر لهم خبراء على الرصاد من مثل هذه الأمطار قد تأتينا تأتينا يوم واحد ولكن نشوفوا خسائرها ولكن استعداد لها تغيير في البنية التحتية تغيرات ناخ خية واضحة في المنطقة الجزيرة العربية في الفترة الأخيرة حسب ما احنا اتفقنا مع الأخوان في دول المستعام الخليديين فعلا فيه هناك تغيرات فيه هناك أمطار غزيرة لم يعني تأتينا حتى يقول مطرة الهدامة سنة الهدامة لم تكن مثلها للكميات أبدا ولم تكن هناك أي معايير تقييس الكميات كانت بيونطين ولكن مثل ما قلنا فترة هذه أمطار كانت أقل من 60 حسب ما نحسبها علميا مثلا إذا حسبناها علميا كانت أقل من هالكميات هذه كانت نعم أمطار ولكن القوة الآن اللي قاعد يحصل عندنا قوة وكثافة الأمطار المركزة خلال ساعات ليست مثلا تلت أيام اللي كانت في سنة الهدامة الأولى كما يقولون بعضهم والآباء والأجداد يقولون لك لا والله كانت ثلاثة أيام تقريبا وبعدها جتنا مطرة قوية اللي هي تعتبر جبهة دافئة وجبهة باردة فسببت أمطار وهدت البيوت ولكن نحن نقول مع التطور العمراني مع وجود البيوت الكونكريتية والإسمنتية مثل ما لاحظ نتأثر شوارعنا كذلك اللي هي مهيئة مع بنية تحتية من المجاري صرف الأمطار ولكن مثل ما نحن الكمية هي من الأسباب الرئيسية اللي يجب أن نحتاط لها قد تزيد في السنوات المقبلة كذلك السالمية ثلاثة وسبعين وخمسة من عشرة فلا نستغرب أن هناك بعض الشوارع يعني امتلت بالمياه يعني شيء طبيعي هالكميات الكبيرة أن تؤثر سلبا يعني نحن مثلا ما كنا مستعدين أكيد نحن ما كنا ندني يعني فترات ما كنا نظن أو مثلا ما تظن أن هالكميات الكبيرة تأتين ولكن يجب أن نكون من الآن أعرفين أن هناك كميات كبيرة قد تأتين في السنوات المقبلة ولكن هل تستمر هالكميات هالكميات هل ما رح تستمر مثلا خلال الموسم هذا لأن هذه الكميات تأتين في شهر نوفمبر وهي من أخطر الأشهر الانتقالية التي تكون فيها كميات كبيرة مدينة صباح الأحمد وحول الوفرة كذلك 103 مليمتر كميات كبيرة السالمي 60 مليمتر هذه رح تعطينا ربيع جميل جدا خلال الفترة المقبلة أما درجات الحرارة الآن فالرطوبة عالية جدا 100% و23 درجة مئوية الحرارة ومنخبا من الخفاض اليوم ما رح نزيد عن 25 تستمر ما بين 19 درجة إلى 23 الهواء الآن جنوبي الشرقي ورح يعطينا مزيدا من الرطوبة العالية وهذه رح يخلي استمرارية للأمطار الرؤية الفقية في بعض المناطق جيدة ولكن في مدينة كوات 7 مناطق اللي فيها السيارات وكذاك الشوارع اللي هي الخطوط السريعة خلوا بالكم الرؤية منخفضة وأنا أشوف بعض الأخوان السرعة كأن في اليوم العادي يجب أن نحتاط يعني تخلي مسافة بيننا وبين مسافة الأخرى في الشوارع الزلقة هذه مهم جدا يعني نحن قادمين للعمل نشوفوا الناس سرعتها 120 كأنه يوم عادي ولكن نقول حق الأخوان شوي الهدوء تأنوا بالسرعة خففوا السرعة أساس أنها حماية لأرواحكم كذلك مثل ما يعني الحكومة كذلك تطلب من الناس البقاء في المنازل اليوم عطلة فعلا يجب أن نقع في المنازل حتى تخف الأمطار حتى تتحسن الشوارع وبعدها إن شاء الله خلال آخر نهار الغد يوم السبت استمتع في الأجواء التي هي متوقعة السحب لا تزال موجودة المنخفض العميق على طبقات الجو المؤثرة إلى الآن على المنطقة فتظل بعض السحب ولاحظوا كمياتها أساس تلك التكرار في الأمطار واستمرارها لأن المنخفض مراضي يتحرك صراحة المنخفض الجوي اللي كان متعمق في طبقات الجو العليا والسطح اللي هو امتداد المنخفض السوداني مستمر كان بتأثيره ولذلك كان المنخفض يؤدي إلى استمرار تكون هذه الأمطار والمنخفضات الصقيرة اللي تطلع على منطقتنا كأنها أو مثلا منه نبضات صغيرة وتعطينا مطرة وترجع مرة ثانية تخف ومن ثم يعطينا مرة أخرى كمية كبيرة من السحب والأمطار واستمرت مثل ما تحضر الآخر صورة قمر الصناعي يوضح إلى الآن اليوم تستمر الأمطار ولكن مثل ما قلنا أخف وأقل من ما كانت عليه إن شاء الله فأنتم منكم على هذا الشيء وتستمر الأمطار خلال نهار اليوم الجمعة قدر إن شاء الله كذلك أن تكون مستمرة بعض الشيء ولكن تلاحظوا كمياتها تقل وتتجي إلى مناطق البحرية مناطق البحرية ستجي نقول لها أخوان نحط بالكم على لغة نهار الرقد تتجي إلى الهضبة الإيرانية بعض السحب يوم السبت ولكن على البحر ويترع هدوء إن شاء الله واستغرارتها من يوم السبت ما عدا وجود يعني خلنا نقول عن الرطوبة التي هي تستعد إلى طبقات الجو العليا خلال الظاهرة موجودة فرص الأمطار موجودة إن شاء الله تستمر والهوى الجنوب الشرق لنشط وإلى تقريبا قوي سرعتها فوق الستين كلمتر في الساعة فالبحر عالي لا أعتقد فيها الحالات الجوية هذه حتى يطلع أو يفكر حتى يطلع لأن إلى الآن الأوضاع تتكون بعض السحب وركامية رعودية وفي بعض الأمطار الغزيرة تكون على العراق تتجه تدريجيا خلال بعد من تصف الليلة إلى شمال الكويت لأن العبدالي إلى الآن كمياتها قليلة جدا لاحظت التنبؤات التي تكلمون عنها أنها ستكون أمطار غزيرة ويمكن تاريخية مثل ما قلنا بالعكس المناطق الجنوبية هي الأكثر تأثرا ومدينة الكويت في الأمطار فكانت بعيدة جدا وحتى صباح الغد هذه المعظم الأمطار والليلة تكون في شمال الكويت وتعبر وبعدها الهوى مثل ما تلاحظون يتحول إلى الرياح الشمالية الغربية تتحول الرياح الشمالية الغربية معناها أن في تحسن في استقرار تدريجي رح يطرأ وحتى صباح الجمعة الرياح تكون شمالية غربية تضل بعض السحب في أول الصباح أمطارها أخف تكون خفيفة تعتدل أحيانا بعض الأمطار الرعدية يمكن تكون متوقعة على المناطق البحرية ولكن مثل ما قلنا يكون هنا نسبة نسبيا استقرار نسبي فتحسن نسبي فالأجواء والحرارة كذلك تنخفض إلى عشرة ورح نحس بالهوى البارد باتشل وهي من أول كذلك الحرارة وانكسار رجالة الحرارة مع دخول مرتفع جوي من المرتفعات الأوروبية التي ستعطينا نوع من الحرارة من الخفضة لاحظوا شون خلال الظهيرة السحب والأمطار تتحرك إلى المناطق البحرية الهوى الكوس مستمر هنا يأسا شيء يتكون ولكن الهوى الشمال الغربي تدريجيا يستمر على المناطق فسرعة الرياح أكثرها على مدينة الكويت ومثل ما قلنا بس للحيطة والحذر أخواننا حتى نهار الغد حتى خلال الصباح طالعوا مثلا اخذوا حذركم إذا طالعوا مناطق البري حتى راح تظل متشبع بالمياه لا ننصح الأخوان اللي عندهم خيمات وطالعوا ندري بدت فترة التخيم في الكويت ويمكن هذه راح تسبب مشاكل غدا إذا الناس تريد أن تطلع إلى البر مع الكميات الهائلة طائلة من الأمطار التي تشبعت فيها المناطق البرية وصارت منها لطيان وصارت منها نوع من الذي هو سبب رئيسي للغرازة ورات السيارات لذلك نقول لكم حتى نهار الغد طلعتكم من البحر البر كذلك ما هو محبث أبدا أنكم تطلعون في مثل هذه الظروف الجوية ووعد هذه الأمطار إن شاء الله بعدها يوم السبت تحسن تدريجي ولكن راح تظل كذلك المناطق التي هي البرية متأثرة بمثل هذه الحالة الجوية لحاستنا قبل أيام واستمرت إلى كذلك نهار اليوم ونهار الغد تلاحظ الجمعة الجمعة إن شاء الله خلال الليل استغرار تدريجي تحسن بالطقس الأمطار تخف وتنتهي الحالة المطارية القوية إن شاء الله في نهار قد ليلا خلاص يعني حتى باشر الظهر بعد الظهر الحالة المطارية تنتهي وتكون طبيعية باشر فيه أمطار كأن الأمطار العادية اللي كانت تنزل عندنا فما في يعني أي داعي للهلاء ما قلنا ما في داعي للهلاء في مثل هذه الحالات تحسن الأمطار الأسوأ صارت يومين نفعته وإن شاء الله تحسن راح يكون متوقع بإذن الله البحر مثل ما قلنا المد والجزر راح يمكن يؤثرون كذلك على تسريب هذه المياه راح تكون ساعة أربع وخمسة وعشرين مساء اليوم خلال العصر بس الحمد لله الأمطار ما هي زايدة ساعة ثلاثة وثلاثة وخمسة المد الثاني وتسع وعشرين الجزر الأول وحد عشر اثنين وخمسين راح يكون الجزر الثاني إن شاء الله وشروق الشمس والغروب ساعة أربع وخمسين وستة واثناش بالنسبة لشروق الشمس واربع وثلاثة وخمسين غروب الشمس والأيام مثل ما قلنا المقبلة إن شاء الله استغرار جزئي بعد اللي هو نهار الغد ومن ثم السبت والأحد والاثنين وثلاثة الحالة المطارية تنتهي وتتحسن الأجواء وتطلع الشمس وتستمتعون بأجواءكم إن شاء الله والكل يعني يشوف أن الربيع راح يكون حتى الباذر والنباتات راح تطلع وتشوفونها إن شاء الله بشكل سريع مع هالكميات اللي انزلت وكميات الخير والغيث اللي انزلت على نها فالحمد الله على كل حال اللي هي الحالة المطارية القوية انتهت والأفضل بالطريق حتى اليوم بس نقول احتاطوا خروج عدم الخروج من المنازل إلى أن يتم تنظيف الشوارع وبعدها إن شاء الله الكل نستمتع في الطلعة والأجواء تكون نقية وطيبة إن شاء الله نعود إلى زميلنا بسام لمتابعة الأخبار ويعطيكم ألف حافية إن شاء الله أننا شرات أخرى تابعونا على تلوزيون